السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا من ينتج نعمل لايك نشترك في القناة وقبل دا كله نصالي على سيدنا محمد اللهم صالي على سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيدعو للتفاقل والسرور وهتقول للتفاقل والسرور فيه واسمعوه حد الاخر عشان تعرفوا مدى التفاقل اللي كل الناس هتتفاقل بي ان شاء الله وتعرف ان كل حاجة فيها امل باذن الله والحكاية ان رانا سامحة عملت عيد ميلاد لسامر ابو طالب طبعا ان عمل دجة على سوشال ميديا والترتيب والنظام والديكور كان حاجة فوق الرائعة جميلة جدا كل سنة وسامر طيب طب هو ايد تفاقل في كده عادي واحدة عملت لزوجها عيد ميلاده وهم الاتنين ما شاء الله ربنا يحميهم متجوزين عن قصة حب طويلة اللي معرفش ان رانا سامحة وسامر ابو طالب كانوا بيحبوا بعض تقريبا لمدة عشر سنين وهي بتدرس وبعديها كمان والمهم طبعا ايه يتجوزوا ويخلفوا مال اللي بقى حضراتكم الناس ما كانتش تعرف الموضوع ده ان سامر ورانا سامحة الاتنين كان على علاقة متوترة جدا في اول حملها وكانوا حيوصلوا لحد الطلاق ده اللي كان متابع يعني الاخبار كويس جدا والفيديوهات دي انا عملتها في بداية القناة وتبتمنى لهم الاتنين من كل قلبي ان هما يرجعوا لان هما الاتنين طيبين والحمد لله رجعوا لبعض لكن الخلاف ما بينهم دايم لفترة طويلة جدا جدا ما بين رانا سامحة وسامر ابو طالب وطبعا كل واحد لغى متابعته على الانستجرام ولغوا صورهم على الانستجرام لبعض وما كانوش بيتكلموا بعض خالص ورانا سامحة طلعت في لايف وكانت حالتها النفسية منهارة جدا وهي حامل وقالت ان انا حالة النفسية صعبة وببر بظروف صعبة طبعا كان ربنا معها كانت فترة صعبة عليها فعلا وطبعا سامر كمان ما كانش بتكلم كتير ولكن كان واضح من تعليقاته اللي بيحطها والبوستات بتاعته اللي بيحطها على الانستجرام انه طبعا كان في خلاف ما بينهم كبير وانه هو ايه يكاد يكون وصله لطريق مسدود ولكن بعد فترة يعني فترة طويلة كانت مرت على رانا سامحة من حملها وهي تعبينة وطبعا وسامر كان بعيدة عنها وطبعا في الفترة دي اي ستة بتبقى محتاجة زوجها جنبها ايه يعني كلمة كويسة لان هي بتبقى حاملة ومحتاجة ايه محتاجة حنية ومحتاجة ايه طيبة وقلب كويس او قلب حنان يقف معي وبالناس ليهم هما الاتنين ودعاوات الناس ليهم هما الاتنين دعوات صادقة وده اللي انا بقول عليه دايما ان الدعوات الصادقة فعلا بتغير الاخدار ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال وان الدعاء بيغير الاخدار الحمد لله رجعوا البعض قبل ولادة مالك بتقريبا شهرين او حاجة زي كده ويعني يخبوا شوية على الجمهور ان هما رجعوا البعض وبعد كده اعلنوا ده ان هما الاتنين رجعوا البعض الحمد لله وحضر معها الولادة وكل حاجة تمام طب التفاقل طبعا اكيد حضراتكم فهمتم من القصة الطويلة العريضة دي اكيد ان فيها تفاقل وهم الحمد لله مع بعض معايشين حياة سعيدة والناس برضه كانت اتكلمت فترة طويلة جدا 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 والموضوع عدى بسلام نتمنى من القصة دي ان كل ناس عندها اختلاف ان شاء الله ترجع لبعضها زي تمام سمارة وابو جبل كمان عشان كده قلتلكم قبل كده انه ما فيش خلاف بيدعاء يقيل دعاء ممكن يغير الاخدار جدا جدا وممكن يكون دعاء حد صادق من قلبه بجد محب للطرف الاخر بيدعيله من كل قلبه فاكيد ان شاء الله ربنا حيستجيب وحينول كل واحد اللي في باله يا رب ان شاء الله باذن الله كل النفوس تهدى كده وكل واحد عنده حاجة في حياتهم زعاليه ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب ويرجع قريب ان شاء الله لبعض نشوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وانا عايديكم تتفقلوا ان شاء الله السلام عليكم